تسعة شفراء جدد اعتمدهم رئيس المجلس الرئاسي أغلبهم من دول أوروبية إلى جانب سفير من تونس لم تخل المناسبة من رسائل دعم سياسية لحكومة الوفاق فسفراء النمسا وإسبانيا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي والدنمارك والسويد وفنلندا الجدد أكدوا دعمهم للحل السياسي وحكومة الوفاق في تحقيق السلام والاستقرار فضلا عن تطلعهم للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات تعاون الثنائي بحسب ما أورده المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي ما لم يقوله البيان الصحفي الرئاسي استعرضه الاتحاد الأوروبي في بيان مماثل أكد فيه أن عملية برلين هي الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين واجتناب المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وإذ أوضح الاتحاد أن سفراءه أكدوا بشكل جماعي لدى تقديم أوراق اعتمادهم لرئيس المجلس الرئاسي على أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين واستعادة احتكار الدولة للسلاح وإعادة توحيد المؤسسات المالية فإنه أعرب عن استعداده لاتخاذ تدابير تقييدية ضد من يقوضون المسارات المختلفة لعملية برلين بما في ذلك تنفيذ حضر الأسلحة أو الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح سلطة الأمنية أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان حسب نص البيان ويتخوف مراقبون أن يكون توعد الاتحاد الأوروبي بمعاقبة معرقل العملية السياسية كسابقه خصوصا أنه لم يتخذ أي إجراء في السابق ضد خليفة حفتر عندما قطع الطريق بعدوانه على طرابلوس على المؤتمر الوطني الجامع إذن هي رسائل أوروبية قوية لدعم المسار السياسي الذي قطع أشواطا في حوار بوزنيغا المغربية في اتجاه التفاهم على معايير اختيار المناصب السيادية ومع استمرار المسار السياسي فإن تقويضه ما يزال أمرا محتملا مع حديث حكومة الوفاق عن استعدادات لحفتر الهجوم على مدن في المنطقة الغربية الأمر الذي يحتم بحسب مراقبين أخذ إجراءات عقابية من المجتمع الدولي ضد من يعرقلون العملية السياسية